الفيديو بتاعنا النهاردة يا حبيبي هنتعلم فيه مع بعض ازاي من اربع فراخ ممكن نطلع عشر وجبات مختلفين عن بعض واقتصاديين في نفس الوقت وازاي نتعلم ان يكون موفيرا اكتر نسمي كده بسم الله ونشوف الوصفات بتاعتنا النهاردة العشر وجبات اللي عملنا من الاربع فراخات معينا اول وجبة حبيبي دي وجبة اجنيحة كده والوجبة التانية دي عشان نعملها شيش طوق والوجبة التالتة دي تلاتة وراك سواء بقى نعملها في صنية بطاطس او محمرة او زي ما احنا حبين يعني الوجبة الرابعة هتبقى عبارة عند بابيس كده نعملها كمتاكي ولا اي وصفة احنا نفضلها الوصفة الخمسة هتبقى معينا تلات قطع كده من الصدور الوجبة الستة هتبقى معينا يا حبيبي دي كده كطع من الوراق ومعاهم كطعتين كده من الصدور والوجبة دي يا حبيبي هتبقى عبارة عن بنات طبعا ممكن نقسمى الطبق ده على طبقين بس يعني كل واحد ده مل على عدد افراد اسرته انا بوركم بس الطرق اللي انا عاملها بس طبعا الواحد ينظم الوصفات على حسب افراد اسرته والطبقين دول كده حبيبي دي الهياكل اللي طلعوا كده من الفراخ اللي هي الرقابات والرسان والارجل ديت او الرجلين واللي هو الديين اللي ببقى في الفراخ ده طبعا الحاجات دي بنعمل منها شربة لو احنا عايزين شربة في اي وقت وطبعا ببقى فيها بواقي لحمه كده فدي ممكن نستغلها في شربة او في عمل اي حاجة احنا عايزينها يعني وتبقى في نفس الوقت يعني وجبة اقتصادية ومعانا الطبق دي الحبيبي كده معا فيه كطع فراخ صغيرة ده علشان الشعور مع الفراخ او ممكن نستغلها اللي احنا نفرومها ونعمل بيها آآ كفتة فراخ فزي ما شفنا كده الحبيبي دي العشر وجبات بتوعاتنا من اربع فرخات عملنا عشر وجبات اقتصاديين ومختلفين عن بعد وممكن تشكلوا الاطباق على حسب برضو وعدد كمية الافراد الاسرة فيارب النهاردة الفيديو بتاعنا ينول اعجابكم وكون ضيفة خفيفة على قلبكم اتمنى لكم مشاهدة سعيدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم حبابة عمين ايضا يا رب تكونوا بصحة وخير دائما يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد عيه رب تالصلاة والسلام النهاردة حبابي جايلكم فيديو اقتصادي وجميل خالص والاول مرة عملوه على القناة النهاردة هنعمل مع بعض كده من اربع فرخات هنقسمهم من عدة واجبات كتيره نستخدمهم في جميع الاعراض اللي احنا حبنها وحيكون فيديو اقتصادي وجميل خالص فيلا نسمي كده بسم الله ونبتدي كده الفيديو بتاعنا ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم المعاردة فكرة الفيديو تؤجبكم ولو عجباتكم فكرة الفيديو ما تنسونيش باع باللايخ واشتير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نرصلكم كل حاجة جديدة بالنزلها معاكم يلا بنا نشوف هنعمل في الاربع فرخات دي للوصفات الجميلة اللي احنا هنشبع مع بعض النهاردة دول يا حباب الاربع فرخات كده اللي هنقسمهم مع بعض النهاردة كده لوجبات مختلفة طبعا حجمهم كبير زي ما احنا شوفنا كده انا بحب اجيب الفراخ حجمها كبير هبتدي كده اللي انا قسم الفرخة دي لجزئين الوراك لوحدها والصدور لوحدها علشان نشوفها نعملها مع بعض ازاي هنبتدي كده بالوراك هروح جاي اسمى الوركين عن بعض وهبتدي اللي انا اشيل الدبوسة كده لوحدها من عند المفصل كده وقسمها عن الجزء التاني اللي هو من الورك بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بيجينا بقى الاستيد هبتدي اللي انا اشيل الجناحات هاشيل الاجنحة كده بالشكل اللي احنا شايفينه علشان اعملها اعملها في وصفة لوحدها هبتدي اللي انا اشيل كده الجزء اللي هو من وراء اللي عند رائبة الفرخة بالشكل ده كده بالشكل ده كده حبيبي هبتدي اللي انا اشيل الجلد بتاع السدر علشان نخلل السدر ده وعمله بنيه طبعا البنيه يعني ليه طرق تقطاع كتيره بس بالنسبة للتقطاع دي بتبقى اسهل شوية هاخليه كده بحيس اللي انا ما هادرش لحم كتير من السدر بالشكل ده كده هسمت جزء من السدر هبتدي اللي انا اخليه والجزء اللي هو طرق معيه صغير ده مش هيتهدر ولا حاجه هاطعوا قطع صغيره كده واسيبه اللي انا عمله شاورمة او كفتة فراخ او في اي وصف انا احباها يعني ده حبيبي الجزء اللي انا كده عايزه الحجم اللي انا عايزه للبنيه طبعا انا بحب الجزء بتاع البنيه او قطعة البنيه تكون سميكة شوية مش بحبها تكون رويئة ممكن لو حابين تعملوا يعني الجزء اللي هو بتاع السدر ممكن تعمله على 3 قطع او اكتر بس انا عملته على قطعتين والقطعة الثالثة بقطعها قطعة صغيرة كده بحيث اللي انا عملها شاورمة وطبعا ده برضو بيرجع لحجم الفرخة سواء كبير او صغيرة ابتدنا نعمل الجزء الثاني من السدر كده وخليط اللي هو الهياكل ده مش هتترمي هنعمل منها شوربة هنقل لو احنا عايزين شوربة لأي حاجة لمكارونا او لأي وصفة حابين نعمل بها شوربة هنعملها هتبقى وجبة اقتصادية وجميلة خالص ده يا حبيبي شكل البني كده بقطعه بالشكل ده كده طبعا الفراخ دي انا غسلها كويس قبل ما ابتدي فيها شغل وهنرجع اغسلها تاني بعد ما خلص تقسيم الوجبات دي كده بالشكل بحيث لما اجي اغسل كل حاجة ما تاخدش معايا وقت وكده برضو الفرخة التانية هعملها بنفس الشكل اللي احنا شوفناه في الفرخة الاولانية او الاولى هقسم كده الورك اشيل الدبوسة عن الجزء الثاني اللي من الورك واشر الجناحات تبقى لوحدها وممكن الورك نخلم انها العظمي حبيبي ونعملها مثلا هو الحمام الكذاب تبقى جميلة خالص وبيزاد ده يبقى كويس جدا لان الورك بتاعت الفراخ دي كانت كبيرة بس انا حبيت اللي انا عملها لكم ان شاء الله في فيديو تاني يعني هقسم برضو السدرة الفرخة التانية دي بنفس الشكل اللي احنا شوفناه في الفرخة الاولانية باشل الجزء اللي هو من عند الرقابة من ورا هبتدي كده لنخل العظم من ورا كده من السدر ولو حاسنا اللي احنا هنهضر كتير من لحمة السدر فياريت نفتحها من قدامي بافضل ويفضل استكينها اللي نشتغل بها تكون حامية يعني ما بتهدرش معانا قطع فراخ كتير ويعني بتطلع يعني نتيجة نجحة للحاجة اللي بنقطحها يعني بتقطحها معانا بسرعة تنجز معانا هبتدي كده اللي انا قطع البنية بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده زي ما احنا شايفين كده القطع متماسكة وجميلة خالص ولما نعملها بتبقى تخينة شوية تبقى افضل ما بحس لها بتبقى احسن يعني بتبقى متماسكة وجميلة كده مش بتبقى ناجحة لما الواحد بيجي يحمر البنية بتبقى طريقة جميلة طبعا كده الفراخ الصغيرة دي ممكن نعمل بها تواجن مكارونة مكارونة بالفراخ ممكن نعمل بها جورمة ممكن نعمل مكارونة بشمل نجرسته بالفراخ الصغيرة دي فادها وصفات كتيرة يعني هبتدي اللي احنا شوفنا كده حبيبي من السادر بتاع الفرخة وقطع كده ممكن نعمل كطع صغيرة للبنية ممكن نعملها كطع كبيرة طبعا الجزء ده كده كان فيه كطع كبيرة وقطع صغيرة زي ما احنا شايفين دي الفرخة التالتة كده حبيبي هنقسم كده الوركين لوحدهم والصدر لوحده هبتدي اللي انا هشل الجلد كده من على الوراك بالشكل اللي احنا شايفين ده كده علشان نعمل الوراك دي بقى هنعملها هنعملها للشيش طوق هاخل العظم من اللحم بتاع الوراك علشان اعملها للشيش طوق زي ما احنا شايفين هشل العظمية اللي هي بتبقى في الجنب دي كده وابتدي ساعة ما اشيلها بالروحة اروح جاية كده بالسكينة خالية الجوانب اللي بيكون فيها عدم وافتحها كده فتحة من النص على عشان العظمية اللي بتبقى في النص العظمة اللي بتبقى في النص كده وافضل اخلق كده بالسكين لحد ما اوصل للقرقوشة اللي بتبقى عند الدبوسة دي كده هابتدي افتح فتحة صغيرة كده في الدبوسة فتحة واحدة بس واخلق كده العظم من اللحم وطبعا يعني نعملها بحذر علشان الوراك ما يتقطعش مننا بحيث لما نقطعها كده على الشيش تبقى متماسكة زي ما احنا شايفين كده ما تقطعاتش منه ولا حاجة هابتدي بقى اللي انا قطعها كده على كده وسط طبعا ان شاور ما ممكن نعملها من الصدور وممكن نعملها من الوراك زي ما انا بعملها كده بس لحمة الوراكت تبقى نعمة ما بتبقاش متفلة كده في الاكل وفي نفس الوقت الوراكت تستوي بسرعة اكتر هعمل الوراكت تاني بنفس الشكل كده هشيل العظمة اللي في الجزء اللي هي اللي وحدها دي دي طبعا ما بيترميش ده كله ده كله بنعمل بشربة بنعمل باي وصفة مسلا ممكن نعمله في معصنية بطاطس تبقى اكل اقتصادية مع شوية مكارونا بالسلسة وشوية شربة كده هتعملوا بهم شربة ومرأة دجاج كده بتبقى تعملها جميل خالص هتدي اللانخل كده العظمة اللي بتبقى في النص وبالسكين كده وحاول اللانخل العظمة اللي هي بتبقى في الدبوس الشكل ده كده حقيبة ياراك بتبقى طريقتي سهلة وبسيطة كده على قلوبكم بخليها بالشكل ده كده يا حبيبي بحيس اللي انا عارف هطلع حتة القرقش اللي بتبقى في العظمة اللي في الدبوسة وبتدي اللي انا قطعها قطع كده وسط مكعبات بالشكل ده كده انا حبيت اسرع معاكم الفيديو بس علشان ما تزهقوش لان انا طولت في الفيديو وانا بسجله فورت عشان اخطص لكم الموضوع يعني عشان ما تزهقوش مني كده وبعضيفها خفيفة على قلوبكم دي كده الجزء التاني اللي هو صدرة الفرخة هبتدي كده اللي انا اخليها كده اعطحها من من ورا كده وابتدي اللي انا عشالي الجزء اللي فيه الرقبة والجلد اللي هو الزايد اللي بقى في الجنب ده اللي بقى عند الرقبة واقسم الصدر ده لتلات اجزاء ده طبعا لو الفرخة كبيرة بساعدنا اللي احنا نعمل الحركة دي كده نقطع الصدر على ثلاث اجزاء لو الصدر صغير يبقى هو جزئنه بس بالشكل ده كده حبيبي بالطريقة دي ممكن برضو نستخدمها في الشاوي او في اي حاجة تانية احنا نفضلها يعني ممكن نعمل منها افتكاسات كتيرة من اربع فرخات ممكن نعمل بها طرق متعددة للاكل او وصفات مختلفة عن بعضها ولو الواحد برضو في يوم مثلا مش مساعد اللي هو يعمل اكلة معينة ممكن يكون جاهز الحاجة دي وبقى عارف مثلا هطلع الحاجة دي اعمل بها ايه النهاردة فبقى بتوفر عينة وقت ومجهود لما نفرز الحاجة جاهزة كده بيتسهل علينا الموضوع يعني بنينجس في ايه حاجة بنعملها يواخد بيطلع من الدف الازر ويطبخ على طول الحاجة اللي ببقى مجهزها يعني من قبل كده برضو الوراك دي حبيبي هعملها بنفس الطريقة كده علشان عاملها شيش علشان يبقى كده آآ وركين لفرختين عملت منهم شيش والوركين التانيين خليتهم عن بعض لو انا عايز اعمل مثلا كنتاكي اآآ فراخ محمارة او في صنية او في اي حاجة يبقى برضو معانا عملنا كام وصفة مختلفة عني التانية بالشكل ده كده هاخل العظمة اللي هي بتبقى عند الدبوس كده هفتح لها فتحة صغيرة وابتدل لها نخليها بالراحة كده بالسكينة بالشكل ده كده حبيبي طريقة سهلة وجميلة ما بتاخدش مننا وقت خالص وبيطلع مننا وبيطلع معانا الورك صحيح كده ولا متقطة ولا متهدر منه يعني لحم التير ولا حاجة خالص ويعني حاجة كده بسيطة يعني من شغل ادينا كده في البيت حت دي كده حبابي اللي انا اخلل برضو اللي هو الورك التاني ده واعمله بنفس الشكل اللي احنا شفناه بلكده انا حبيت بس اللي انا اقرر الموضوع قدامك وبحيس يعني اللي ما اخدش باله في الاول اللي يقوله علشان الفيديو مسره ياخدوا ياخد باله بعد كده مش عيب لما نستفيد من بعضي حبيبي انا عارف اللي كل حبابي شطر وكده بس يعني دي الالبنات اللي هم لسه صغيرين لسه في سنة قولها مطبخ يعني على رأي حد عز عليا علشان كلنا نستفيد من بعض وكل برضو واحد مننا ليه طريقة مختلفة عن التاني في شغل بيته او في طريقة الحاجة اللي بيقدمها فدي طريقة يعني اتمنى لايه تعجبكم نلقوا اعجابكم يعني يا رب العالمين هتدي اللي انا عطاحها على قطع صغيرة كده دي حبابي بشكل انا بوريكم كده القطع انا مطلقها حجمها وسط ودي حبابي بشكل الاطباق بتاعدنا بعد ما بعد ما انا غصلتها بعد ما خلصتها بتديت اللي انا اغلفها كوجبات كل وجبة في طبق لوحده بتديت اللي انا اعمله كده اغلفه بالورق اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا رب يكون الوصفات بتاعت النهاردة عجبتكم ولو اعجبتكم بقى الوصفات دي حبابي او طريقتي في تعسيم الفراخ لو اجابات كتيرة ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ننتوصلكم كل حاجة جديدة بالنزلها معاكم وعالف سلامة اشتركوا في القناة